اهلا بكم متابعين الى موجز اخبار الان في دقيقة مقتل المسؤول العسكري لداعش في القائم العراقية المدعو رائد العطوري اتفاق عراقي كردي على نشر قوات اتحادية عند معبر فشخابور الحدودي مع تركيا الخطوط السعودية تسير الاثنين اولى رحلاتها الى بغداد منذ 27 عاما قوات يمنية خاصة تسيطر على احد اهم معاقل تنظيم القاعدة في منطقة محفى جنوب البلاد وكالة طاقة الذرية تؤكد وفاء ايران بتعاهداتها بموجب الاتفاق النووي ودراسة تقول ان الاجازات الطويلة تؤثر سلبا على صحة الانسان ابل تطرد مهندسا بسبب فيديو لابنته عن ايفون اكس قبل طرحه رسميا في الاسواق اشتركوا في القناة